أبدأ معاك في الأهلي وميدياما سعيد نتيجة ماتش بلوزداد أعتقد أنها كانت مرضية لكن الأداء يمكن أنه كان مؤلئ شوية بالنسبة لجماهير النادي الأهلي طبعا نتيجة مرضية جدا في ظل الغيابات وفي ظل وضع المجموعة وتعقيدها وفي ظل أن أنت تلعب منافس قوي على أرضه معروف أنه هو منافس قوي جدا منظم عنده لعبين جيدين فأعتقد أنها كانت نتيجة جيدة ومخطط لجام يعني يمكن أن أنا كنت معاك وصد أحمد في الحلقة اللي فاتت وقلت إحنا مهم ما نخسرش أنا كنت شايف من الصعب جدا في كل المعطيات اللي حوالينا أننا نروح نكسب في الجزائر في الوضع ده كنت كان عندي مخاوف من أننا نخسر لكن الحمد لله رغم أننا ما كناش في أفضل حالتنا لكن ما تعرضناش لخطر يعني لأن الأهلي ما كانش في خطر كبير ما كانش فيه فرص للمنافس كان الموضوع صحيح كان فيه فرص مش فرص مؤكدة يعني خلينا أقول أننا ما فيش فرص التهديد يعني خلينا أقول بلاش أقول فرص بس خلينا أقول أنه كان الوصول لمرمع شبير عايز أقول لأول عشر دقاية يمكن مزيانة عدف واحدة ونقطح من منطقة الجزاء فحسنا بالخطر شوية لكن ما كانش فيه التهديد الحقيقي اللي يعكس أن بعض الأصوات اللي قالت الأهلي ما جايش الأهلي ما حضرش لا هو كولر عارف كان عايز يمن المتش وعارف أن في الغيابات دي قدام المنافس ده معادلة واحدة الأهلي كسب نقطة ولا شباب الوزداد خسر نقطتين الأهلي كسب نقطة ما قدرش أقول شباب الوزداد خسر لأنه ما صنعش كم الفرص اللي تخليه يستحق الفوز بهذه المباراة هلاوي جامد جدا لا 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 أنا أقول لك الحقيقي أنا ما شفتش تهديد حقيقي على المرمى الأهلي يعني مصطفى شبير تعامل بشكل رائع مثالي مع المواقف اللي تعرض ليها لكن المواقف اللي تعرض ليها بالخطورة اللي تخليك تستقبل هدف ولا فرصة هدف مؤكد شفتها شفت أننا رغم الغيابات رغم أننا ما كناش في أفضل حالتنا لكن قدرنا في النهاية نحجم المنافس إحنا افتقدنا لشيء واحد بس القدرة على التحول الهجومي ما عملناش تحولات هجومية ليه؟ بسبب فيه غيابات زي ما احنا قلنا أعتقد أن أكتر حد في الأهلي بيقدر يعمل التحول بيرسيتاو مع ريدا سليم دول أفضل الاثنين يعملوا التحول وغياب الاثنين مع بعض مؤثر يعني ممكن واحد فيهم يكون كافي مش شحات برضو يعني يمكن الشحات مش الشحات في كاس العالم أو مش الشحات في كاس السوبر واضح أنه لفترة التوقف أثرت بشكل كبير الشحات الشحات مع تاو أو ريدا سليم هيبقى كويس جدا لكن الشحات واحده من غير الاثنين مش هيبقى كويس لازم فيه حد منهم قادر يساعدوا حد قادر يقوم بأدوار صناعة اللعبة تحت شوية حد يعمل له التحول والبص ما يتعبوش في النزول تحت كتير ما يتعبوش في أدوار التطوير من تحت فعشان كده لما يكون في ريدا سليم أو تاو مع الشحات هتشوف نسخة أفضل من الشحات وقرب للمرمى وأخصر فعالية فخلينا أقول أننا احنا افتقدنا فقط للتحول خلينا برضو أجاوب على سؤال لأنه كان ليه مودست هو كان مودست لأنه كان فعلا الرغبة عن ديكولر واضح قوي أن أنا مشايب عندي قدرة على خروب الكرة أن اللعبة مجهدة أو مش جاهزة في أفضل حالتها أنه غيباتك كتير فأنا هلعب بسطولي على أمل أن مودست هيعمل ده للشحات هيعمل ده لطاهر لكن ما قدرناش ننفيذه بالشكل المطلوب أشوف أن احنا ما عملناش التحول بشكل جيد لكن فوزنا بنقطة ترجمة نانسي قنقر